السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة كان فيه وبا قروية دسمة للغاية كرة قدم حققية الدول السعودي وكان فيه مطشين في نفس التوقيت انت مش عارف تتفرج عليه فيهم مطش الهلال السعودي والاتفاق ومطش الاتحاد جدة والوحدة هتتفرج على اي مطش فيهم انت الوحد كان قاعد عمال تقلب شمال ويمين هنا متعة وهنا متعة رغم ما هتقول لي ان انت عارف ان الهلال هيكسب الاتفاق والاتحاد افضل من الوحدة ولكن المطعة القروية النجوم اللي موجودة في الملعب سامع يا عمار رضا عبد العال سامع يا محمود عبد الهب سامع يا كابتن احمد شبير شوف الدوري السعودي بقى فين الناس اللي بتشكك في نجاح الدوري السعودي بقى في حتة تانية بقى في حتة تانية واحنا لسه بص الملعب شكله عملا ازاي النجيلة عملا ازاي الحضور الجمهوري الحضور الجماهير الجماهير ماليا الاستاد المطعة اللي انت بتشوفها الكورة اللي مثلا الملعب متقسم مربعات فن الكورة اللي انت مستمتع بيه الكورة ما بتتطفدش من عند حارس المرمى لغاية الجوني التاني الكورة سريعة وشوف كمية الشوط اللي بتشط احنا عندنا لما بتشط في المطش 3-4 شوط بنقول يا ما هنا هناك يعني مثلا تبص على المطش الهلال والاتفاق حوالي من 30 اكتر من 30 شوطة على المرمى ما هتمشاء بالشوطة كده حباقا يعني ما شطش كورة منص الملعب وقال لك روحي وخلاص لا كورة بتتدلع كورة بتتمتع بتمزج نفسك يعني خلاص الدوري السعودي زي ما احنا بنتكلم يا جماعة عد في حتة تانية عد في حتة تحنية وانحنا بنتكلم بقى في كان يوماني احنا بنتكلم في الدرجة التانية اللي عندنا وبنشكك في قوة الدور السعودي على ايه والناس اللي بتقولك ان الدور المصري افضل من الدور السعودي على ايه ولي بقولك النادي الاهلي افضل من فرق السعودية ما عرفش جاب الكلام ده منين جاب الكلام ده منين انا ما عرفش جابه منين وعلى اي دليل مش ماطش كان كسب فيه فرقة سعودية في كان الحالة احباط او 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 يعني ايه ما انت وارد ان انت ممكن تكسب فرق كبير ظروف ماطش وظروف بتاع لكن تعال بص في الحقيقة بص كمية النجوم شوف الحالة اللي يعني مثلا اقولك حاجة القيمة التسويقية للنادي المتعة الكروية الاستدل انت بتلعب عليك خليك تجري بتتزحلق عليه ملعب حرير كورة دلوقتي الكورة بتتكلم سعودي الكورة يا جماعة بتتكلم سعودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد